الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبًا بكم في روضةٍ من رياض الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودليلنا وسائقنا إليه وإلى جنات النعيم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت نعود والعود أحمد إلى رياض الجنة وما أجمل أن نلتقي على مائدة القرآن هذه المائدة الجميلة التي تحفها ملائكة الرحمن وتغشيها الرحمات ويذكرها الرحمن الرحيم في ملأ في السماء هناك اللهم لا تحرمنا فضلك ونادنا من السماء نداءً أن يقال لنا قوم مغفورًا لكم أيها الأحبة أتحدث وإياكم عن أجمل البشائر أجمل بشرى أن ينبئنا الله جل وعلا على لسان نبيه أنه سبحانه غفور رحيم هذه الآية عندما يقرأها المؤمن الذي استوحشت صدره ونفسه من الذنوب أوقفه الشيطان على شواطئ اليأس أذاك الذي ما أحسن قط وأتى إلى الله تائبًا عائدًا قافلًا تأتي هذه الآية لتسكب في قلبه النور والضياء والسكينة والاطمئنان وكأن سائل يسأل عبودية الله جل وعلا مبناها أن يبطش بعباده العاصين أو أن يرحمهم السؤال هل رحمة ربي سبقت أم غضب ربي سبق عذاب ربي أم رحمته ومغفرته فتأتي هذه الآية نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ومن هنا معاشر الأحبة يستفيد من هذه الآية العبد ليس عبد الهوى ولا عبد النفس الأمارة بالسوء ولا عبد الدينار والمتاعي والدرهم إنما من حقق العبودية لله ذاك الذي كلما أبعد عاد والعجيب أن البعض يعتقد أن هذه الآية نزلت بشارة للعباد الطائعين نعم هي للطائعين وللضالين وللعاصين لأن العبد في أصل تركيبه ركبت فيه شهوات ونوازع ويميل إلى ظلم نفسه وإلى الجهل ظلوم جهول هذا العبد القتور هذا الظالم لنفسه تأتي هذه الآية لترمِّم ما تصدَّع من قلبه إذا جزع من ربه الله غفور الرحيم مع أنك تجد أن المرجئة الذين طمأنوا العصات ألا يتوبوا وقالوا إن مسمى الإيمان لا يدخله الأعمال وكل ما قلت لهم شيء قالوا غفور الرحيم نقول إن المغفرة والرحمة لمن حقق العبودية ولذا نادى الله نبِّع عبادي وقبل أن تقرأ أني أنا الغفور الرحيم كن عبداً فإذا كنت عبداً له منيباً ذليلاً غاية الظل مع غاية التعظيم لربك معبد العبد من هو؟ المعبد كالطريق الطريق إذا كان غير معبد لا يُسلك والإنسان فيه هوى وفيه نوازع نفس ولديه ظلم لنفسه ولديه معاصي بعضها لمم وبعضها كبائر وبعضها فجور وكل ذنبٍ إذا حقق العبد العبودية ومن أعظم مظاهرها التوحيد لله فمهما بلغ الذنب فإن الله غفور الرحيم فإن الله غفور الرحيم ولذلك هذه الآية في سورة الحجر الآية الأخرى في الزمر والتي نحفظها جميعاً قل يا عبادي ما عظم النداء؟ يا عبادي من؟ المتقين الأبرار أصحاب التقى وأصحاب العبادة والانكسار لا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولاحظ يناديهم يا عبادي ولا زال وهو فار عاصي يقول فر إلي وعد إلي فإنك لن تستطيع أن تستغني عني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أسرفوا ولذلك معاشر الأحباب إن بعضنا يأتي الشيطان فيقطع عليه طريق الأوبة والعودة والتوبة بماذا؟ بتضخيم الذنب ما تستحمي على وجهك فعلت وفعلت وفعلت وما لا يعلمه الناس عنك الله يعلمه ترى الشيطان أحيانا يأتي يتكلم بخطاب إيماني في ظاهره ويتكلم عن التوحيد ألا حياء من الله؟ طيب كيف استحي منه؟ لا تعود للتوبة من جديد لأن لو لك وجه ما تعود إليه وقد أذنبت الله يعلم مني كعبد أني أذنب ولكن ليحقق العبودية عد إليه بعد الذنب ابني وأبنك إذا أذنب أخطأ ألف خطأ وضربت ألف مرة هل يخرج ضربي له من كونه ابني؟ هو ابني والأم تغلق الباب في وجه ابنها ويبكي خلفه وتفتح له وتضمه هذا ابنها وأخطأه ما يخرجه من دائرة البنوة لله المثل الأعلى ليس لك والله إلا الله نبع والنبأ هو الخبر العظيم أعلن يا محمد نبع عبادي وهذا من أكبر أدوار الأنبياء والدعاة أن يعلنوا للعباد أن العبودية مبناها الرحمة أبناها الرحمة وهذا المعنى يوجد في سورة الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قال مالك يوم الدين لأن البعض قد يغتر بكونه رحمته واسعة وأنها وسعت كل شيء فيذنب فنقول له مالك يوم الدين هو رحمن رحيم لكن يوم الدين تدان كل نفس بما عملت مع أننا معاشر الأحبة نحن أهل السنة والجماعة نطمئن أكثر من غيرنا وينشرح صدورنا أكثر من غيرنا نحن نقول إن المعصية دون الشرك تحت مشيئة الله فقد يدخل الله العاصي الذي أذنب ذنوبا كالجبال وبلغت عنان السماء وأقبل على الله ولم يشرك بالله شيئا فقد يجعلها الله هباءا ويدخله الجنة برحمته لأنه نبأنا الكريم المتعال سبحانه أنه غفور رحيم لكن إذا رأيت إنسانا يغتر بحلمه بعد علمه قل اقرأ الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم مالك يوم الدين ومالك يوم الدين الدين أن تدان بما عمله ولذلك يكون المؤمن في مسيره إلى الله لا بد أن يوقد الشعلتين الشعلة الأولى في يده رجاءه في ربه أني أنا الغفور الرحيم والثانية وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا مقتضى أن الله عدل فإذا عذبنا فبعدله وإن أدخلنا الجنة بلا حساب نسأل الله ذلك فبمقتضى رحمته لكنه خلق الجنة للطائعين وخلق النار للعاصين لذا معاشر الأحبة من الوقفات مع هذه الآية التي هي في سورة الحجر والعجيب أنك تقرأ في سورة الحجر قول الحق في أولها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ثم يبدأ يتحدث عن المؤتفكات ويتحدث عن قوم لوط ويتحدث عن قوم عن الأقوام الذين عذبوا وعن قصة إبراهيم مع ضيفه وعن الشيطان ووسوسته وهذه القصص التي تجعل الإنسان يخاف يخاف ألا يفعل به مثل ما فعل بالأمم قبلها والحجر قوم تمود الذين تقطعت قلوبهم في أجوافهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوت آمنين هذه القوة تجعل العبد يخاف والخوف فقط لا يوصلك إلى الأمان ولذلك الخائف ما تلاحظ بعضنا إذا خاف بقوة ما تشي له رجلين صحيح؟ لو تأتي للإنسان وتفزعه ما له رجلين أمشي يا ابن الحلال هرول ما فيني حين أين هذه الأقدام إن الخوف قطع كل عزيمة ولذلك القنوط من رحمة الله يأس واليأس يوصل إلى الكفر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولذلك الشيطان من وسائله لإقعاد المؤمن عن العمل أنه يوقد في قلبه النار قبل النار ويا ويأس من الله وقلت ذلك في درس من أعظمي أو من أسوأي وسائل التربية تخويف الطالب دائماً يخوف من الوكيل ويخوف من والده ويخوف إن لم يحضر الواجب والأم تقول يا ويلك إذا جبوك ويا ويلك بنعلمه والله نعلم ويعيش الإبن خائف هذا الإبن مشوه هذا الإبن مشوه تربوياً بل إن الأصل أن يعيش الطالب والمتربي في بيئة آمنة في بيئة يطمعن إلى أن والده لا يمكن يوم الأيام يستخدم العقال في ضربه ولا يمكن يوم الأيام يرفع يده فيضربه في وجهه ولا يمكن من الأيام أن يهين كرامته وكذلك المعلم وكذلك وكيل المدرسة وكذلك المرشد الطلابي لما؟ لأنه إنسان وله احترام وإذا أخطأ يوقف فيقرر بخطأه ثم يعزر على قدر خطأه فقط بعد أن يقر على نفسه بالذنب حتى نحمي إنسانيته الله وهو الله جل وعلا يطمئن عباده السائرين إليه أن عبوديته أن أصلها ومن شأها الرحمة فإذا قرأ الإنسان القرآن كسورة الحجر قد يخاف فيأمر المولى الكريم الرحيم الرحمن جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر أمته وينبئها أنه هو الغفور الرحيم أنه إطمئنه هو الغفور الرحيم وذكرت على هذه المنصة مرة كلام الأعرابي الذي قال له داع واعظ دائما يجلد قلوب المستمعين وين لكم من الله نار شررها كالقصر وين لكم من الحميم ومن السعير ومن الزقوم وشجرها طلعها كأنه رؤوس الشياطين وين نروح فقال له هذا الأعرابي ويلك يعني تراك فقعت قلبي قرحت عيني ويلك من الذي سيقوم بحسابي يوم القيامة قال الله قال الله وهل عرفنا الخير إلا من الله ولين تتخوفني منه لها الدرجة لما ولذلك لماذا تخوفني منه لماذا خوفني منه إذا رأيتني قد شردت عنه وفررت من حوزة الحق أو أشركت أو أستعين بنعمه على معصيته هنا خوفني مع الترغيب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اجمعها هو رحمن وقدم الرحمة ودائما وسيلة دعوية ناجحة قدم العفو قبل اللوم تنجح تربويا تعطيك كفث من تقول له تذكر يوم قبل أمس يومك تخطئ طيب قبل اسألني ليه أخطأ لماذا ما قلت يا بني يا قرة عيني والله أني أحبك وعفى الله عنك لماذا فعلت كذا الله الله في القرآن قد لام نبيه عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى وفي سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم ولهذا إذا قدمت العفو قبل اللوم تنجح ومعظم بعضنا معاشر الآباء والعمهات لأن لا يجيد إلا الشتم الضرب الكهر الكهر الدع الدف هذا الضرب هذه ثم يقول هذه التربية هذه مهترئة تربية مهترئة التربية في الحقيقة يعيش ابنك إلى أن يبلغ أشده ولم ترفع يدك عليه إلا يوم أن ترك الصلاة وهو ابن عشر اسمع قصة رفع إلى ابن تيمية عليه رحمة الله وقد كان قاض رفع له شاب عمره أحد عشر عام لم يصلي والناس يصلون فأتى المحتسبون الهيئة مسكوه يريدون أن يعزره قال قفوا قبل ضربه اسألوا هل أمره والده ثلاث سنين بالصلاة ثم لما بلغ العاشرة لم يصلي فإن كان والده لم يأمره ثلاث سنين للصلاة كل يوم خمس مرات في ثلاث سنوات فأدبوا والده إجلد الشاي بالله يلزاكم الخير أدبوا والده لماذا لأنك تضرب لماذا أتضربه وقد أخطئ في تربيته شاب يقول لعنة عياذا بالله فيلعن شابا مثله قبل هذا تعال وين يا ولدي جبت اللعنة هذه ما أخذها من أمه الله عزاك خير إذا غضبت لعنت فأخذها إذن أدبوا أمه ما أخذها من أبيه أدبوا أخاه وهكذا لذلك أعود فأقول الله سبحانه أمر نبيه أن يخبر كل عباده أنه هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم وقفه عندما أراد ربي أن يخبر عباده عن رحمته وصف نفسه هو بالرحمة أما العذاب فوصف عذابه أني أنا أني مؤكد أول أنا الغفور الرحيم وصفه هو وصف نفسه العلي بالمغفرة فلما أراد وصف العذاب قال وأن عذابي هو العذاب الأليم يعني الوصف للعذاب كأنك تقرأ لا يريد عذابنا جل وعلا أنت تقول لابنك إذا ضربت أحيانا يا أولدي أنت اللي فقعت مرارتي صحيح أنت الذي أكرهتني على تأديبك أنت الذي جعلتني أخرج عن حدود صبري وعقلي وإلا أنا أتمنى أن أضرب دونك وأفديك بكل ما أملك لله المثل الأعلى ربي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لا إله إلا الله ما يفعل ربي بعذابنا الله يريد لنا النجاة ولذلك قدم المغفرة فوصف نفسه العلي بأنه هو الغفور الرحيم والوصف له سبحانه وأنه معذب لا قال عذابي ما وصف نفسه بأنه معذب إنما قال عذابي صفة للعذاب أنه أليم أليم شديد وأليم شديد معنى ذلك أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولذلك عياك يا عبد الله أن تغتر بحلمه بعد علمه فإنه يحلم ولا يعجل لكنه إذا أخذ لا يفلت سبحانه وتعالى إذا أخذ الظالمة لا يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وعذاب ربي عذاب ربي أليم وهذا العذاب الأليم عذاب في الدنيا عذاب في البرزخ عذاب في المحشر عذاب في الصراط على الصراط وعذاب في عياذا بالله في آخر المستقر نعيم أو جحيم ومن هنا نقول لذاك الذي استبدل أمر عجيب هذا العظيم لا يحب أن يعذبك ونتقحم وتقحم في العذاب مثل بعضنا يقول لابنه أنت والله أنك أظن كتبيني أضربك ما أحد يريدك أن تضربه لكن تقول تصرفاتك هذه تصرفات واحد يبغى لجلد تصرفات ابن يحتاج تأديب كأنك تحذره هذا الطريق الذي تسيره وهو مخالفتي قد توصلك إلى عذابي ويقوله المعلم للطالب تراني تركتك الأولى الثانية الثالثة ماذا تريدني أن أصنع معك بعد ذلك لذلك يا عبد الله إذا رأيت الله وهو الغفور الرحيم يدعوك لرحمته فتختار عقوبته إذن فعقوبته أليم عذابه أليم شديد من الوقفات أيها الأحباب من الوقفات التي نقفها مع هذه الآيات أنه أمر نبيه بأن يبلغ البشارة لأن الأصل في النبوة الأصل في الأنبياء أنهم مبشرين قبل أن يكونوا منذرين رسلاً مبشرين ومنذرين والحكمة لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولذلك أي منهج دعوي لا يكون فيه التبشير قبل الإنذار أو الإنذار يسبق التبشير أو الاقتصار بالنذارة عن البشارة منهج غير صحيح ولذلك البعض إذا أراد ينصح فعلاً هو مشفق وتجد في صوته الصدق وتجد أن عبراته تسبق عباراته وتجده ينشج ويشهق ويبكو ويبكي ويعلو صوته لكن لو تستمر على الناس دائماً بأسلوب النذارة دون أن تخبرهم أن الله غفور رحيم إنك ستوصلهم إلى القنوط الشيطاني لأني لن أبلغ لن أبلغ مهما بلغت من العمل لن أبلغ مستوى يريني ولا يكافئ نعم ربي سبحانه وتعالى لذلك من الطرف أن رجلاً كان يعمل في مهنة شرعية وكان له سائق والسائق هذا يظهر عليه بعض الذنوب من التدخيل من غيرها من المظاهر من مظاهر عدم الاستقامة فقال له طبعاً هذا مشفق على ذات الدعية هذا مشفق على السائق أن لا تزل قدمه لكنه سنوات طوال يسوق به ودائماً يصف له حيات النار وجمر النار وحمم النار وواد الهيم والمقام علم حديد وكيف يصب على رؤوسهم الحميم وكيف يشوي وكيف أن الله يبدلهم جلوداً غيرها ليغذوق العذاب فوقف يوماً من الأيام السائق وهو عمي قال يا شيخ وش رايك هذا وادي أقضف بنفسي وإياك فيه ونموت مع بعض ونروح الرب نشوف هو يدخلني الجنة ولا لا وراك دخلتني النار قبل ما نوصل لرب العالمين الله ما خلق إلا النار قال لا يا بني خلق مع النار جنة قال طيب مرة كده ومرة كده يا شيخ مرة وعظ بالتبشير ومرة وعظ بالإنذار حتى يتوازن الحب مع الخوف والرجاء في قلبي حتى أسير إلى الله قال الداعية والله إنك أفقه مني والله إنك أفقه مني لأنه لن يستطيع أحد متى يسوق للإنسان أن يغلب جانب الخوف على الرجاء في حال في حال معاشر الأحباب الصحة وأن هذا الصحيح مقارع مبارز لله جل وعلا بالذنوب أو تخشى عليه سوء الخاتمة أو ترى في غفلة دائمة نعم ومع أنه لا بد مع هذا في البداية أن تفتح له نافذة نافذة ضرورية إلى الأمل وإلى البشارة حتى لا يقنط لأن بعضهم إذا قلت له النار قال أنا الحين في النار أصلا أنا موجود في النار وهو فعلا النار المعصية ونار الشهوات ثم بعد ذلك يجفل عنك أعود فأقول من مناهج الدعوة الناجحة وقفه مع هذه الآيات من مناهج الدعوة الناجحة أن تكون مبشرا ومنذرا لا أن تكون منذرا وليس في قاموسك البشارة ولذلك دائما دائما هي أشق ادفع بالتي هي أحسن أشق من الدفع بالأخشن الأخشن كل يستطيعه كل تستطيع أن ترد عليه إذا آذاك وأن تشتمه إذا شتمك وأن تعدبه إذا خالف لكنه ولذلك لكن أن تصبر وأن تحلم وأن تدخله في واسع رحمة الله وأن تقول أبشر يا بني أبشر يا أخي الله كريم الله غفور أحبابي سؤال لو أن الله يريد أن يؤاخذنا بكل زلة هل تعتقدون أن على وجه الأرض أحد باقي لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة الله حليم أنت ليه ما تحلم على عباده الله يطعم الكافر لو أن الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء الله يعطيهم ويسقيهم ويحفظهم ويتأفوقون في الصناعة طبعا هذه الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن الله لا زال يمهلهم هذا لرحمته أم ليست لرحمته هذا لكما لرحمته ليست الرحمة رحمة عباده المتقين إنما رحمة التي يقارنها الحلم عسى أن يعودوا وهذه الرحمة في قلب محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان ملك الجبال يريد أن يطبق الأخشبين كان الرحمة في قلبه عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وهذه الرحمة في قلب نوح ولذلك يا ابني اركم اركم معنا اركم معنا ما ركب ركب ثلاثة من أبنائه بقي الرابع هلك لكن لازالت الرحمة إلى آخر إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ابني من أهلي يشفع لابنه ونهاه الله إنه ليس من أهلك الرحمة في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال له والده لئن لم تنتهي لأرج منك وهجرني مليا قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله لا زال فيه حلم وكان يريد الاستغفار حتى نهاه الله هذه الرحمة في قلبي كل نبي وحتى تكون أب أو تكون معلم أو تكون واعظ أو تكون مرشد لابد أن يشعر من تعظه ترشده تدعوه تعلمه تربيه تهديه دلالة أن يشعر منك الرحمة لا إقامة الحجة وترى كثير مننا حتى في دعوتنا وتعليمنا يشعر المتربي أو صاحب مستمع الوعظ إلى أنك كأنك تقول الصلاة الصلاة وإلا إلى النار وبعس المصير ليه يا حبيبنا الصلاة الله يجمعنا في الجنة ليه إلى النار ولذلك لماذا تأتي في الصلاة فتقول إنها ما سلككم في سقر وأبدأ بها هذا أختم بها أما البداية فأقول إن الصلاة نور إن الصلاة صلة إن الصلاة جنة ويحك أنت لا تستغني عن الله صحيح نعم لماذا تغيب عن الاتصال به السجود جنة والسجود لذة أقدم له محببات للعمل الصالح ثم أبشر إن أنت صليت وأقمت الصلاة فإنها باب للرزق يقول الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك سيرزقك سيعطيك هذا الطريق صعب لهذا أيسر شيء تعطيه لدك كف وتمشي صحيح تقول لها يقلب وجهك وتنتهي القضية هذا أمر يستطيعه كل أحد لكن أن تأتي مؤدبا مربيا واعظا مشفقا وأن يسمع منك أنفاس الرحمة يراها منك بوجه طلق وبلسان عذب وبصبر كالجبال وهنا أحبابي ما رأيكم من أصبر من تعتقدون اقرأ القرآن من أصبر الأنبياء البعض يعتقد أن أصبر الأنبياء أنه أيوب عليه الصلاة والسلام لا أصبر الأنبياء نوح نبيكم ثم نوح عليه الصلاة والسلام تسعمية وخمسين سنة كل صباح يذهب إلى الذين طردوه في المساء بقلب جديد أسى الله أن يأتي بهم تسعمية وخمسين ساعة نسوينا ولا تسعمية وخمسين دقيقة بعضنا هذا تسعمية وخمسين سنة رحمة وهو يصبر فلماذا لا نصبر ليس تسعمية وخمسين يا أخي يوم إنما أحيانا بعضنا تسع مواقف لا يتحملها ومن هنا تجد أن بعض الأبناء وبعض الموعوضين يقول خرج خطيبا علينا فإذا هو يسوقنا إلى النار فكرهته وكرهت مسجده وذهبت إلى مسجد آخر فخرج علينا خطيب فبعد أن حميد الله وعثنا عليه بشرنا وحببنا في الله وساق لنا البشائر أن الله أمر نبيه أن ينبئنا أنه هو الغفور الرحيم ثم ساق إلينا جنة قبل الجنة ومن ذاك اليوم ما تركت صلاة الأول طرده والثاني أتى الله بقلبه له ومن هنا معاشر الأحباب البشارة منهج شرعي دعوي ترغيبي لمن وزقه الله الحكمة في الدعوة إليه جل وعلا هذه نأخذها من قوله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أيضا من وقفاتنا مع هذه الآية احذر يا عبد الله من أن تقنط عبدا من رحمة الله فلا سواحل لرحمته كل هذا وسعت كل شيء كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية الله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده هو الآن على عرشه أن رحمتي غلبت غضبي فلماذا نحن نخرج من رحمة الله من شئنا يا عبد الله إن بعض الذين يظنون أنهم من المرحومين الله قد سخط عليهم عبد يصلي الليلة والنهار فلما قال كلمة واحدة زلت به الكلمة في النار عندما قال والله لا يغفر الله لفلام أعوذ بالله والله ما يغفر الله لبفلان قد يكون ابفلان شراب خمر مرتكب للحرام ما يشهد الجماعة عنده ذنوب لكن عنده توحيد لا زال عنده توحيد فمن لهذا الواعظ من وعظه فأغلق الأبواب يعتقد أن الجنة مخطط يملكه ويفرغ الأراضي على كيف أو أن الجنة على كيف يعطيها من شاء ويحرم منها من شاء وما علم أن رحمة الله أنها وسعت كل شيء فغضب الله فأحبط عمل الطائع وأدخل العاصي جنات النعيم بتوحيده وبتمام رحمته لذلك يا عبد الله لا تقنط عبداً من رحمة الله قد يأتيك آت يقول يا شيخ وكل واحد مننا يمكن الأئمة والمؤذنين والخطباء والمدرسين يجيه المدرس طالب يا أستاذنا سويت كذا أولاً إذا أتاك العاصي يسرد لك السيفي كما يقول أو البلاك لست حقتها قائمتها السوداء أنا فعلت فأسكته سترك الله يا بني فلا تفضح نفسك ولا تذكر لي من ذنوبك لا خوال شيء اللي أنا عرفه شيء واحد أنك لازلت حي وكل جريمة ارتكبتها رحمة الله أعظم منها ومن ظن أن ذنباً لا يغفره الله فقد أساء بالله وظن بالله ظن السود لا تقنط وبعضهم يقول أعوذ بالله سرقت زنيت أثرك سربوت ما دريت عنك يا مسلم اتق الله في نفسك فإن ذاك الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً أحبابي فيه أكبر من كبيرة هذه له قتل مئة 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 بعضنا لو يجيه واحد يقول أنا قتلت خمسين بساً قال يا سود الله وجهك أتقتلوا للقطة فقد أدخل الله امرأة النار له قهرة يا أخي جايك بيتوب الله يرحم والديك جايك بيتوب فقل له إن شفته إن رأيته لا زال مقيم على الذنب نعم وأن عذابي هو العذاب الأليم لا بد أن تخبره أن عذاب الله أليم لكن إذا كان مقبلاً بالتوبة لا تقنط لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لغفرتها لك أو لأتيت لها بقراب الأرض مغفرة في الحديث الآخر الله يخبر أن عبداً يأتي كذنوبه بلغت عنان السماء فيغفرها له وحتى تعلم ساعة راحة الرحمة ربي جميع الذنوب الصغائر إذا توضعت خرجت إن صليت ذهبت إن سبحت بعد الصلاة ثلاثاً وثلاثين وحمدت ثلاثاً وثلاثين وكبرت ثلاثاً وثلاثين وختمت بالتهليل غفرت بشرط أن تكون تائباً وأن يكون لديك نية وقصد يا أخي كل أعمال العبد الذي يعود إلى الله كلها كفارات ولو تاب من ذنوب كالجبال لغفرت إذن من دروسي نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم ألا نقنط عبداً من رحمة الله ما دام العبد فيه لا زال حياً أحبابي لا زال حياً فقد يقول لا إله إلا الله حبيبكم صلى الله عليه وسلم عندما زار ابن اليهودي ما ركع ركعه وما سبح تسبيحه وما حج وما اعتمر وما صام وما جاهد بل يمكن لربما كان يؤذي أصحاب رسول الله فلما قال على فراش موته وقال له والده أطع رسول الله أو أطع أبا القاسم قال الحبيب الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ثم سماه أخاً لهم وقال أصلحوه أي غسلوه وكفنوه وأحضروه لأصلي عليه الله أكبر بلا إله إلا الله ذنوب السنين راحت فلماذا نغلق على العصات الذين هللوا سبحوا وصاموا معنا لكن عندهم ذنوب فلماذا لا نرحمهم من أعظم أنواع الرحمة رحمة العاصي العاصي يحتاج رحمة لأن بعضنا يقول والدفلانة عوذ بالله منه من حاله ما أحسن يمكن هذا اللي تتعوذ منه يوم الأيام يكون إمام مسجدك وقد يتعلم أبناؤك تحت يده وكم من عاص الآن ربما هو له رأي وله منزلة في العلم ويعلم الناس ما تدري لذلك وغالب العصات غالب العصات الذين اهتدوا جميعهم يقولون أقبلنا حبا فيه سبحانه ورجاء لعفوه لأن الداعي الذي دعاهم أحسن في فتح القلوب عندما حببهم في الله ثم فتح لهم أبواب المغ لأنه أقبل ولذلك يقول ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه أن هذه الآية أني أنا الغفور الرحيم قال لمن تاب أي لمن عاد كأن الآية التي بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن أصر ولا زال يتمسك بالذنب مثال أعطيك مثال واحد قاطع الرحم قبل أن تقول إن المقطوع أن تراك سيلعنك الله أليس القاطع ملعون بكتاب الله بلى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله بدل ما تذكر لحال الملعون معنا لا يجوز لعن إنسان بعينه ما تقول أنت يا قاطع الرحم يا محمد أنت ملعون عياذا بالله لكن تقول الوصف قاطع الرحم ملعون لكن لربما هو عنده حذر ما تعرفه أيها أقرب تقول الواحد قاطع الرحم تراك ملعون ولا تقول صلة الرحم يصلك الله ويزيد في أجلك وينسأ في عمرك ويصلح ولدك ويبارك في مالك ويشاء في مرضات ما رأيكم هذا بلا شك أبلغ لكن إذا كان مصرا تقول له أما سمعت قول الحبيب أن الله أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري لا يدخل الجنة قاطع ثم وأنا خايف عليه تبين له محبته لا بد أن تظهر له بعد ذلك لا يشعر أنك تقيم الحج عليه فيأتي الشيطان فيأزه إلى الذنب والإصرار على الكبيرة أزة ويكون بعضنا بعضنا هو الذي منع بعض عباد الله من الصلاة ما تلاحظون شاب صغير ما يوصل لي في المسجد ما هو بصغير في المتوسط يقول صليت خلف الإمام ما فيهم المكان ليس فيه أحد فأتى رجل كبير سن فمسكني معا قفاي فعلقني هكذا ورماني في الصف الثاني قال هالأماكن ما يجون هالبزران ومفروض البزر هذا يقول والكبار ما يتأخرون عن هالأماكن بعد هي كلها متساوية صحيح لكنه قال ما صليت في المسجد هذا حتى بلغت الجامعة والموقف الذي ارتكب والكبيرة والجريمة من ذاك كبير السن اللي جاي بشخصي صلي خلف الإمام طيب بكر يا أخي هل يجوز إخراج الإنسان من موقن من مكان سبقك إليه من سبق إلى مباح فهو أولى به تحط كرسيك ولا عصاك ولا منديل ولا مفاتيح تتوضى وترجع لحرج لكن معلوم أن هذا المكان لبو عبد العزيز لبو عبد الله خلها لي لبو عتيك مستحيل لا يمكن ولا يجوز لي في بيت الله أن أحجز مكانا وبعضنا يضرب الصغار ضربا يا أخي إذا أتى بعضهم داخل وشاف طفل يركض هل هو مميز عمره السبع يا أخي الذي أمره أن يدخل المسجد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرده ليه يا شيخ لماذا تطرده علمه أدبه ارحمه لأنه ابن السبع وقد أمر الحبيب أن يأتي أبوه ما في خير يا أخي أبوه ما في خير لا اللي ما في خير اللي ما بعد صلى أما اللي صلى ما تلاحظون نبليس أحيانا متسلطن على بعض المصلين يتكلمون عن المصلين طيب يا أخي إذا كان عندك جهد جميل في الإنكار المنكر فاجعله في من لا يصلي من شغول بالمصلين ولذلك الشيطان يقلب على بعض الناس المجن والله لو في طفل يلعب ولو أنه فعل الأفاعيل لو مسحت رأسه وقبلت رأسه وقلت أنت مثل ولدي صلي جنبي يا أبني هذا بيت الله لو أشوف واحد يلعب في بيتكم أطلعه على طول لكن هذا بيت الله أعظم من بيتي من بيتي وبيتك هذه الكلمة لو لم تجد في حالها إلا أنها ستربط على قلبه ويعود بعد ذلك يتذكرها لذلك أني أنا الغفور الرحيم وهو الله فكيف بالمخلوق لماذا لا تكون غفورا رحيما لعباده ولاحظ وقفة التي بعدها قال غفور يعني والمغفرة ما هي هي الستر ومنهما سمي المغفر مغفرا يعني الذي يستر الرأس الناس في الحروب قديما يلبسون المغفر والآن يحطون الخوذة هذه مغفر تستر الرأس من الأذى فكأنك تقول يا غفور اغفر لي يعني قبل أن تغفر ذنبي قبل أن ترحمني استرني فلا تفضحني وهل يوجد إنسان منا إلا وله ذنب وهل يوجد إنسان منا لو لا ستر الله يستطيع يجلس بجوار بعض مستحيل والله والله لو لا ستره لما برز أحد إلى أحد وما جلس أحد إلى أحد وإذا مدحك الناس وأثنوا عليك هم يثنون على ستر الله عليك يندحونك لأن الله ساترك لكن لو كشف الله الستر ولذلك قال أني أنا الغفور يعني قبل ما أدخلك الجنة وأغفر ذنبك أنا في الدنيا سترتك ولذلك يحب الله من عباده من يستر عباده ولذلك من ستر مسلما ستره الله بعضنا يحب الأخبار الملتهبة فلان يا شيخ الشرطة أنا أظن مهم مضبوط بدين بدأ الشيء مسكوه الشرطة مهم مضبوط طيب قد يكون اشتباه وسيخرج وقد يكون ليس اشتباه هو مجرم أتفرح لمسلم أن تزل قدمه ستزل قدمك كما أفرحت لغيره وكما تدين تدان وكما تحب للناس يقع عليك والمؤمن أخو المؤمن وكذلك الحبيب يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذن أني أنا الغفور الرحيم إياك أن تقنط عاصيا افتح له أبواب الرحمة ولذلك العابد عندما أغلق في قصة قاتل التسعة وتسعين لما أغلق أبواب التوبة في وجه العاصي كمل به المئة ذبحة تسعة وتسعين مثل المئة بل عكس مئة رقم مميز عنده ما عادل لكنه لما ذهب للعالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة من يحول من يحول يعني لا يوجد مخلوق قادر أن يمنع عبد أقبل إلى ربه أن يمنعه من رحمة الله يا عبد الله إن الله أمر الأرض بمحيطاتها وجبالها وسهولها وأوديتها أن تتقارب حتى يكون أقرب إلى أرض الطاعة من أرض المعصر يا شيخ جبال تسير فرحاً بعبد أقبل على الله وبعضنا لا يسير دمعه وهكذا حتى بعد ضربه في العاشرة ضربه في العاشرة تضربه برحمة تقول أضربك طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هنا أحبابي أيضاً من هنا تتكامل أيها الأحبة في نفس المربى أو المدعو نوازع الإقبال تغلب نوازع الإدبار تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد يعني لو نقعد نشتغل على العقوبة ما واحد مننا من مننا أحبابي عمله ينجيه الله المستعى والله ولا واحد من مننا يعمله ينجيه إذا كان ورد في الحديث أن عبداً من بني إسرائيل ما عصى الله قد فلما مات عايش في جزيرة وأنبت الله له رمانة يأكل كل يوم رمانة منها ويسجد ويركع ما عصى الله ترى هذا العبد ما مع جوان ولا لابتوب ولا دخل يوتيوب ولا تكلم بكلمة مع مخلوق عبد طائع فلما وزنت طاعة السنوات الطوال في بعض الروايات تقول أربعمائة سنة لأن أعمارهم كانت طويلة لم تكافئ إلا نعمة البصر باقي الشم باقي السمع الخطى كل النعمة التي بك إذن يا عبد الله كما أنك لن يعني لو كنا فقط نذكر العقوبة ما طمع في جنة الله أحد وفي الحديث أيضا هذا الحديث لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عنده من الرحمة ما قنط من رحمته أحد ومن هنا حتى الكفار إذا أردت أن تدعوه ادعوه بالرحمة أنا أشفق عليه أنا لا أحبه على كفره ما أقول أحبك أشفق عليه أرجو لك الخير أتمنى لك النجاة أريد لك السعادة أريدك أن تعرف الله وأن تعرف الدين الحق وأن تنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة لماذا خلقت وأين أنت بعد الموت سؤال لا بد أن تسأله إياه مما خلقت ولماذا أنت موجود وبعدين وين رايح أين المصير بهذه النقاشات الجميلة التي يلفها الرحمة يرجو في رحمته طيب ثم بعد ذلك من الوقفات أيضاً متى يغلب جانب الخوف ومتى يغلب جانب الرحمة أهل العلم في ذلك يقولون إن العذاب والتذكر العذاب لا يسوغ أن يكون في حالة المرض ولا في حالة الإقبال إلى الله إنما في حالة الصحة والأمن من مكر الله هنا لا بد أن نحرك الجانب الذي يدعونا ويحدونا إلى إلى العمل ولذلك كل واحد منا يعلم ما اليناسب له يعني إنسان مريض بالخوف مريض بالوسواس مريض بالقنوط مريض بالرهاب اللي يسمى الرهاب وبعض الشيطان وبعضه مرضي حقيقي اختلال في كيميا الدماغ تسبب أحياناً وسوسة أو تسبب أحياناً رهاب هذا مريض مريض يخاف تجي تسكب عليه أيضاً تعظه بالخوف يتوقف قلب لأن عنده أصل مرض الخوف أو إنسان مقبل على الله بعد الذنب إن حدثته عن الخوف فيقول إذن توبة هذه غير مقبولة العلاج أبقى على المعصية أو يختار الانتحار عياذاً بالله متى يسوق لنا أن نحدث كما ذكرت يسوق أن نحدث بالعذاب والخوف هو عندما ترى العبد الذي ظلم نفسه وهو يسير في المعصية قد أمن من مكر الله ولم يلتفت يوماً من الأيام ولذلك تلاحظون أن نبينا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لنا زور القبور هل كان الحبيب يريد أن يعكر صفونا زور القبور فإنها تذكركم الآخرة الأصل أنني في بيتي آمن في سربي عندي طعامي وعندي أبنائي وفي سعادة لكن تحتاج مع هذا الأمن الجميل وهالسعادة الجميلة أن تتوازن بزيارة القبر لأنك لا بد أن تنقل إليه لكن إلا واحد قال إذن يا شيخ أنا أحفر قبر وأنام فيك الليلة فإن أفقت الصباح خرجت وإلا يقبرونني تعوذوا بالله هذا من القنوط هذا من كيد الشيطان لا يا أخي الحبيب تحتاج إلى جرعة إذا كان في القلب بعض الغفلة جرعة ولا بد لك من هذه الجرعة حتى يتوازن في قلبك ميزاب الخوفي والرجاء لا بد من زيارة القبور زيارة المرضى تذكر أضداد النعم تذكير الناس بها كل ذلك لكن ليس هذا هو الغالب ومن الوقفات عبادة منسية وهي التي تجعل القلب مضيء دائما بالإيمان وهي عبادة تسمى عبادة التفكر والتفكر يقول جمع من الأئمة تفكر ساعة خير من قيام ليلة تفكر ساعة وذلك أن يخلو الإنسان فيتفكر في حاله أهو مقبل إلى رحمة الله أم أنه يتقوى بمعصيته بالنعم التي عنده كل واحد مننا يحتاج إلى أن يجلس مع نفسه جلسه هذا القوي العظيم الذي أمهلني وبطش بغيري هذا القوي الذي يحبني والدليل أنه لا زال يبقيني هذا العظيم الذي لا زال يعطيني وأنا لست كفأ لعطاياه ولا للنعم التي جملني بها هذا التفكر ماذا يريد ربي يريد أن أحقق العبادة وما خلقت الجنة والإنس وهو يقول نبع عبادي عبادي هل أنا عبد تعيس عبد الدينار أفرأيت من اتخذ إلهه هواه بعض الناس ما أخذ غير ليس عبد لله لذلك اسأل نفسك عبادة التفكر هو عبادة التخلي القلب من انشغالات الدنيا وأن يجلس الإنسان مع نفسه يخلو بربه يناجيه ويدعوه ويزن وزن النعم مع الصاعد من العمل ويش رأيك هل ما أمن الله به عليك من النعم يكافئه ما أنت قد رفعت إليه من الشكر هل صلاة الفجر لا تفوتك هل قيام الليل لا تتركه هل أنت تختم كل ثلاث مرة هل تسبح الله دبر كل صلاة هل لا إله إلا الله في لسانك هل أنت تصلي الضحى هل أنت هذه جلسة المحاسبة قبلها جلسة التفكر في حالك ومآلك والله إنها تحيي القلوب ثم إنه إذا أتاك الشيطان يؤمنك من مكر الله فحرك جانب الخوف حتى تخاف وإذا أتاك الشيطان يقنطك من رحمة الله فحرك جانب الرجاء حتى تسير إلى الله جل وعلا وأنت مطمئن وأنت مطمئن هانئ ساكن إذن عبادة التفكر معاشر الأحباب عبادة لا بد للعبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا يتقرب بها إلى الله حتى يحيى هذا القلب أيضا من الوقفات معاشر الأحباب أن الله جل وعلا إذا أمهل الإنسان وطال إمهاله فقد قرب أخذه إذا طال إمهال العبد إذا رأيت الله لا زال يعطيك وأنت تدبر لا زال يعطيك وأنت تعرض لا زال يعطيك فتستعين بعطيته على معصيته فاحذر إنما هو الاستدراج وليس الحب فإن البعض قد يختلط عليه الأمر الله يحبني والدليلنا لا أصلي إلا بلا جماعة وبلا روح ولا زال المال في يتي يا أخي أرى بعض الطائعين الصالحين المتقين الركع السجد تقطع أبدانهم وسكر وضغط ويموت أبناؤهم ويقل أرزاقهم وأنا والله يا شيخ ما أفيني إلا العافية ونعمة الله علي تتضاعف وكل يوم مركب وكل يوم مسكن وكل يوم في نعمة وكل يوم احذر أن يستدرجك الله استدراج الله لك إمهال والبعض منا مسكين يتكئ على جانب الرحمة وينسى الخوف وينسى العذاب ثم عياذا بالله يبطش به وكم من مسلم كان يسير كان عند أمل يعيش مئة سنة قادمة أين هو شاف الجوال فلما رفع رأسه إذا تريله أمامه وانتهت حياته أما سمعتم عن أخباري من ينام ولا يستيقظ أما رأيتموهم أما سمعتم عن أخباري الجلطات جلطات للشباب إي والله بعض أطباء القلب يقول والله إن نسبة الشباب الذين تأتيهم الجلطات هذه خاصة لمن كان مدخنا أو غيره إن هذه أو الذين تأتيه نوبات غضب سريعة كثيرة وضغط نفسي شديد إنه في الثلاثين تأتيهم جلطات ويسلم البعض والبعض لا يسلم لا يعود ليس هذا من التخويف هذا من إيقاظ القلوب التي ألفت النعم وإلى الآن ما ابتدأ بعضنا في مشروع لحياة قلبه إلى الآن لا زال يقول غدا ولا زال يتكع على رحمة الله وعلى حلمه ولك حق في ذلك لكن توازن يا عبد الله ومما يفتح إليك الأمل ذنوب السنين هذه الله لا يغفرها ولو تبت ولو تبت لا يغفرها لأنه أكرم من أن يغفر فقط يغفرها ويبدلها حسنات كريم لكن أخشى أن يأتي تأتي الساعة والمنون وانت ما بعد تبت فلا زالت سيئات ومن هنا فرصة بما أنه رحيم وكريم وغفور ورحمة وسعت كل شيء ابدأ من اليوم حتى تصفر العداد إن صحت التسمية وحتى تبيض تلك الأوراق والسجلات التي باتت سوداء فرصة بما أنك لازلت على قيد الحياة فأنت في فرصة وأقولها معاشر الأحباب نعمة أنتم النبأ تسمعونه النبأ الخبر العظيم أن الله غفور رحيم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والله لو قيل لنا كما قيل لبني إسرائيل اقتلوا أنفسكم تبقى تتوب اذبح نفسك كانت هذه من من اختبارات بني إسرائيل التي رسبوا فيها اقتلوا أنفسكم لو كان ما يتوب الإنسان إلا بأن يقتل نفسه أو أن يذبح ولده أو أن يخرج من ماله أو أن يتقدم بين يدي توبته بأن يخرج من ماله كله بلاء عظيم ولا لا طيب يا أخي الحبيب أنت لم نبتل بهذا أخبرنا العظيم الرحيم الكريم المنان أنه غفور رحيم وسعت رحمته كل شيء فعد إليه الآن عد إليه الآن قبل أن يغلق الديوان ثم بعد ذلك رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا وإن كان عياذا بالله العبد في النار قيل اخسأوا أنت في الدنيا أنت في الدنيا فمن اليوم جدد الإقبال إلى الله أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم الوقف التي بعدها بعض الناس معذب وهو لا يدري وتصدقون أن بعض الناس في عذاب الآن وهو لا يدري عندما سأل سائل سأل سائل أحد 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 وعلى قال قال كان حسبك بهذا عذابا كره الله بعاثك ما أحب أن تقف بين أيدي فبعضنا معذب بحرمانه من الطاعات حرمانه من البركات حرمانه من الأنس في بيته مع أسرته في عذاب في ملوهات طويل خلف الشهوات هذا عذاب بعضنا ماله كثير وولده كثير ولكن لا بركة في المال ولا في الولد البعض دائما يلعن الدنيا يقول الدنيا وصخة وبعدين بتغسلها بصابون الله يزاك خير ماذا ستفعل الدنيا لعنها ربها لكنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم كن عالم كن متعلم كن ذاكرا حتى تكون سعيدا فيها فهي دار الممر بعضنا محروم من ذكر الله والدليل اليوم ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة إلى الحم قال محروم عنده تخفضات في الطاعة لكن ما عنده تخفضات في الطعام ولا فيه ولا في الله قد تكون معذب وأنت لا تعلم وأن عذابي هو العذاب الأليم لذلك هي دعوة لكل من رأى في قلبه قسوة حسبك بهذه القسوة عذابا متى دمعت عينك من خشية الله؟ متى بكيت من خشية الله؟ ما بكت عينك؟ أخشى أن ذلك عقوبة معجلة لأن الدمع من العين إذا خرج غسل هذا القلب وألانه وحرم الله على العين الدامعة أن ترى النار قط عين باتت تحرس وعين بكت حرمها الله عن النار ما بكت عينك من خشية الله؟ إذن أخشى عليك أن هذه عقوبة وحسبك بها عقوبة الوقفة التي بعدها أن عذابي هو العذاب الأليم فلا يوجد في الدنيا لو اجتمعت قنابلها وصواريخها وزلازلها وبراكينها كلها وانفجرت في عبد واحد ما كان ألم هذا الانفجار والبراكين وغمسه في النار واحدة غمسه في النار واحدة أشد من لهيب الدنيا وعذابها فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد هو الله لذلك يا عبد الله والله إنك لست قادر على أن تتحمل عذابه ما تستطيع ومن عبادات المتفكرين أن جمعا من أهل العلم عندما اجتمعوا اجتمعوا في مجلس فانطفأ السراج فلما أصلحوا السراجة فوجدوا أحد الأئمة لعلها أبو إدريس وغيره رأوه يبكي ما لك قال تذكرت ظلمة القبر وآخر دخل السوق فرأى الحداد وهو يصهر المعادن ويسكبها ليضعها في قالب فأغشي عليه قال تذكرت يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا لو كان على رأسي لما عشت هذا التفكر الجميل وكذلك إذا بعض المرضى يبتسم تبتسم لما؟ قال لأن قدمي التي قطعت أخبرني الحبيب أن من يدخل الجنة في تمام شبابه وأنهم يصحون فلا يسقموا أبدا كل الآلام والأمراض نودعها على باب جنات النعيم أختم الوقفات في هذه الآيات بهذه الوقفة ثم أنتقلوا حسب اقتراح الأحبة أن تكون هناك وصايا عامة وصايا للآباء والأمهات أختم وقفاتي مع الآيات فأقول إن من أعظم ما يدعو العبد إلى التوبة أن يعلم أن الله غفور ولذلك من أكبر المحفزات لأن يعود العبد لله أن يسألني وإياه أما تلاحظ بعض الأبناء يقول لإخوانه أبوي زعلان ولا راضي أبوي موجود أو غائب أمي فيسأل عن مستوى الرضا الذي سيستقبله والده أو مربيه وبعض الأبناء يهرب من البيت بعضهم ذهب سنين طوال لأنه لا يستطيع مواجهة والده هرب إذا كان مراهق يخشى من بطش أبيه أو أمه هرب وترك البيت وترك الديرة وهرب خشية الملاقة وهذا خطأ تربوي بلا شك لكن أعود وله المثل الأعلى العبد الذي أذنب سنين طوال إذا أتاك سيقول لك وأنت داعي أو ناصح أو إمام مسجد أو مربي أو جار لكني أنا أذنبت ذنوبا كبار من أكبر ما يفتح مغاليق القلب وينهمر من الدموع من مخازن الدمع من عينه أن تقول تقرأ عليه الآية اسمع يا أخي يقول ربي وربك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم والله إن كل بقعة من بقع الشهوات في القلب تكوى بنور هذه الآية لا يبقى للشهوة مكان ولا ظلمة للمعصية فأحمد الله يا عبد الله ولي من هنا أنادي نداء كلنا ذاك الرجل كلنا ذاك المصلي سواء رجل أو امرأة كلنا قد أذنبنا لكن بعضنا إلى الآن لا يريد أن يتوب فاتح خط على الشيطان وخاصة أقولها في هذا الزمن أكبر مزلزل للإيمان أجهزة الجوال التي نحملها فأقول يا من دخل الشيطان على قلبك عبر جوالك أو عبر أي جهاز من أجهزة التواصل معك أما أنا لك أن تأوب وأن تعود وأن تسأل الله جل وعلا مغفرة الماضي وأن يحبب الإيمان في حياتك في القادم افعل ذلك وتب إليه وأبشرك أنه الغفور غفور لأن جوال واحد منا لو طاح في يد أحد وكشتكتشف ما فيه البعض لربما يسقط من عيون الناس والله يسقط من عيون الناس كيف لا تسقط لا تريد أن تسقط من عيون الناس أين عين الله أسأل الله جل وعلا الغفور الرحيم أن يجيرنا من العذاب الأليم وأن يغفر لنا ما يعلمون وما لا يعلمون يا ربك ما سترتنا فاغفر لنا يا رحمن وإليكم بعض الوصايا إلى إقامة الصلاة أيها الآباء سؤال لماذا تزوجتم سؤال ساذج أنا قلت لرجل يضرب ابنه ضربا مبرحا ويديه ترتعش وعينه يتقاذفها الشرر قلت له أنت أمثالك زواجهم حرام فالتفت إلي قلت إذا كنت تعلم من نفسك هذا الإجرام وأنك ستسجر في حق امرأة أو ابن فليتك ثم ليتك لم تتزوج ثم قلت نحتاج إلى رخص لإدارة المنازل لا يقود أحد مننا السيارة لأبرخصة وبعضنا يسوق له أسرة قالبها قلبها مع كراء ومقلبهم كلهم لأنه لا يحسن القيادة بسبب أنه أب لكنه أب غير رشيد أب حاد الطباع أب شديد الغضب أب يلقي بشرر أب لا يدمح الزلة ولا يتعامى بل كل المشاكل تحت مجهر أب يخافه أبناؤه هذا يخرج لنا مجرمين صغار قد نزعت من قلوبه مضطمأنينة وحلت النقمة في قلوبه ولذلك معاشر الأحبة غالبا غالبا عظماء الأمة من مبرزين في العلم الشرعي والطب والهندسة وغيرها غالبا ولكل قاعدة شواذ غالبا يخرجون من بيوت مطمئنة حتى لو كانوا أيتام يخرجون عظماء ويتم الإبن أهوى من وجود أب مجرم في حياته أن يكون يتيما أولى من أن يكون عند أب ظالم دائما يلغي شبابه ويقتل طفولته أطفالنا بحاجة إلى الأمن والأمن معناه الصبر طفل يعبث معناه طفل سليم معافى صحيح ولا لا لو أنه مريض وخدته للمستشفى يقول شيطاني هذا لأنك لم تستطع أن توجيها هذه الطاقات يقول لابد يكسر الباب ويكسر اللمبات ويحوسكم هل جلست معه؟ هل استحبت معه؟ هل قصصت له القصص؟ هل أحضرت له اللعب؟ هل صارعته؟ هل ارتحلك ومشيت معه؟ حملته؟ نزلته؟ علمته الكتابة؟ رددت معه؟ أهديته؟ أشغلته؟ يقول علماء النفس الناصية هذه الخاطئة إن الطفل إذا ضم أربع ضمات بحب دون كلام يسكن نفسه ولو كان عنده فرط حركة من درجة رقم واحد إذا ضممته أن ننضمه الله المستعد بعضنا يضربه فيارب حتى الضم لو تقول تعالى أبوك أبضمك يا له ضمني على غيرنا يعني هو عارف أنك الله يحفظك أنه لو قرب منك وكذبنا عليه كثيرا تعال أعطيك فلما أتى أعطاه لكنه أعطاه كف هو يبغى ريال يبيع بطاطس يريد حلوى يريد الثناء وضع اليد على جبين الطفل هكذا دقيقة مع ابتسامة لها أثر في سكينة نفسه وهذا الطب النفسي الإسلامي التربوي ليس قوانين ليس لها أدلة لذلك أيها الأحبة الوصايا أقول لماذا نتزوج وننجب إذا كنا لن نتحمل ما ننجب لماذا نخرج للأمة جيلا كالفناجيل يتكسر والتشوهات ليست في الأبدان دائما ابنك لو مشوه الخلقة صبرت لو كان ناقص الخلقة يد أو قدم أو أنه أتى من أبناء التوحد ولا عنده مرض الله يعظم أجر الأبوين لمن رب مثل هؤلاء الأطفال الذين هم إن شاء الله سيكون المعاقين وغيره سيكون باب الجنة لآبائهم اللهم آمين بصبرهم عليهم أقول تعالج المريض وتمرض الصحيح هنا تشوخ خلقي وفيه أخلاقي لذلك معاشر الأحبة الوصية الأولى احمد الله إذ أتم الله بزوجتك دينك هذا مشروع إتمام الدين ثانيا الإنجاب نعمة ومعنى من يوم يولد لك الولد والولد يطلق على البنت والابن معنى ذلك بدأ مشروع الصبر ومشروع الجهاد في تربية الأبناء الصبر والجهاد نعم نحن نتزوج لنكمل الدين ليس لقضاء الوطر فحسب إنما لكي لا نموت لأن الأب الأب اللي عنده أبناء ما يموت سواء ما يموت بالطاعة أو ما يموت بالذنوب تجيه الذنوب عياذا بالله إن أساء تربية الأبناء لا بد أن نستصحف الصبر ويا آباء وأمهات سمعنا قصص من الأمهات تضرب طفل شهرين سهرين لأنه كسر رضاعة الحليب أو لأنه أزعجها بالصراخ أو أنه ما نام الليلة كله تضربه ضرباً مبرحاً وهذه جريرة إذا كان الله أدخل من سجنت قطة النار كيف بمن تسجن بعض الأمهات تسجن أطفالها بعض الآباء يكوي أطفاله بعض الآباء يا آباء هم جنة هم نعمة أخرج لي يوماً من الأيام في سيرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أنه ضرب طفلاً والله ما تستطيع ضرب الزوجته والله لن تجد موقفاً عجيب أما كانت رقية ابنته أو زينب ابنتها أمامة أما كانت تصيح وكل واحد عنده طفل يطيح ماذا فعل الحبيب هل قال يا زينب أسكت ابنتكي لا ما سأل زينب حمل أمامة معه في الصلاة فأسكتها جده اللهم صلي على محمد ويدخل الأطفال وهو يخطب ما قال يا فاطمة كفي أطفالك عنه بعضنا إذا جط في المجلس أعطاه كف وقال رح لمك الله لا يبارك فيك ولا فمك إذن نزعت البركة من أمه إذن نزعت من حياتك هي بوابة البركة الزوجة الصالحة إذن أنت رحت فيها تدعو على نفسك هذا يدخل المسجد فيحمله الحبيب يحمل الحسن والحسين ويصعد على المنبر ثم يقرأ إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي أخلاق هذه لذلك يا معاشر الآباء الرحمة الرحمة تولد لنا جيل وهنا كلمة احفظها أيها الأبن على كثرة رحمتك لأبنائك في صغرهم سيرحمونك في كبرك قلل في مستوى الرحمة في الصغر ابحث لك عن موقع في زاوية دار للمسنين بعيدة أخشى عليك ولذلك بعض الأبناء لماذا في كبر الآباء لا يلينوا وليس لهم كلمة فيها روح يخدم أبوه يشيل أبوه لكن مكشر بعض الآباء في المستشفى عندها اثنين من أبناء لكن من داخله يتقطع لأنه عارف أنهم جايين غصب وحتى الناس ما يقولون تركوا والدهم في المستشفى أنا ما أريد من يخدموني في كبري إلا من يتلذذ في خدمتي وحبي وهذا لن يكون إلا للابن الذي أفرغ عليه شآبيب من رحمة في صغره ورحمت طفولته وما قسي عليه وأقولها بصوت عال وأنا أب وأنت أب لا تضرب أشيخ لا تضرب ولا ترفع يدك على أي ابن ولا بنت لا تضرب إلا لمن ترك الصلاة بعد العاشرة بشرط أن تكون أمرت ثلاث سنوات كل يوم خمس مرات إذا ما قلت له لا تضرب تضرب أضرب نفسك الله يرزاك خير لأنك أنت المقصر وليس هو وغيره لا تضرب وبعضنا يقول والله يا شيخ ما ضربت ومبشرك ولا تصرخ أي يا شيخ أنت كده لا تزوجون أحسن بعضنا يقول يا شيخ أعميتنا فإن الصراخ أثره النفسي أخطر من ثلاثين ضربة للإبل يا ولد هذه الكلمة شفت لاحظت الصوت يا ولد اجلس أخطر من لو قمت وضربت ثلاثين جلده هذه تهز الثقة في نفسه والطمانين في شباب في شباب في المتوسط يتبولون إلى الآن وجريمة التبول اللاعرادي يعود يا معلم يا أم يا أب ما في ثالث نخوفه من البعبع ويجيك الجني ويجيك مدري إيش ويا ويلك حتى تنهدم كل بناء اللي الثقة في نفسه وبعضنا يا ولد وبعضنا مع عصى يقول يا شيخ أنا ما أضرب لكن إذا ضربها على الأرض الكبير ينسى اسمها الثلاثي من خطوة طيما أنا اليوم ضربت على الأرض بكرة بتجيني أنا على رجلي ولا يدي ولهذا يقول إنما نحملها ونخوفه تخويفه ومن هنا أقول ليس كل قواعد التربية اللي عنده بوي وبوك صحيحة من قال لك إن ضرب الرجال يطلع رجال يا عبيبنا ما هو بلي ضربك ما هو بالضرب اللي طلعك رجال ستر الله عليك وحفظه من قال لك إن الضرب صحيح ولا من قال لك الجيل الأول من المعلمين كانوا يجلدوننا ويقولوا والدي لكم العظم اللحم ولنا العظم كله الله يصلح بوك والمعلم ذاك مخطين كلهم وظالمين كله من قال لكن هذا صحيح نعم أنا أحزم لكني لا أضرب أحزم والرحمة منها الحزم أنا ابني لو يبغى سيارة وعمره 16 سنة أقول والله أنا أرحمها أعطي سيارة ويموت ويقتل الناس لا أرفض وألا أعطيه وهذا كله رحمة به أنا أظن اشتغلنا عن الإقامة والشيخ بدر دخل شكر الله لكم أيها الأحبة هذا للاجتماع المبارك وأستودعكم الذي لا تضيعه ودعي إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر